3 جسس لأطفال محطوطة داخل أكياس بلاستيك سودا الناس لقيتها في منطقة الهرم وتحديدا تحت كبري المريطية وفي الفترة دي كان منتشر جرائم خطف الأطفال وسرقة الأعضاء لكن الطب الشرعي كان له رأي تاني خالص في القضية دي 2018 شاب مصري نازل الصبح رايح على شغله عادي يلفت انتباهه وجود 3 أكياس سوداء مرمية على الأرض وطالع منهم ريحة كريهة جدا الشاب ده بيقرب للتلت أكياس علشان يفتح واحد منهم يلاقي أثار دم وبعدها يفتح التاني يلاقي جثة للطفل ممزق ومشوه المعالم بسرعة يبلغ الشرطة والأجهزة الأمنية بتتحرك على مكان وجود التلت جثس ويتعامل كردون أمني واستدعاء رجال المعمل الجنائي للكشف عن ملابسات الحدثة دي الأخبار اللي اتقالت عن الجريمة دي في فترة حدوثها من وسائل الإعلام ومن شبكات التواصل الاجتماعي إن التلت أطفال أعمارهم السنية تتروح ما بين أربع سنين لست سنين وإن الأجهزة الأمنية لقت جثتهم ممزقة وإن الأعضاء الداخلية منزوعة علشان الموضوع يتصدى للإعلام بشكل خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية اللي كان منتشر في الوقت ده وفي الفترة دي فعلا كان منتشر مجموعة كبيرة من جرائب خطف الأطفال وسرقة الأعضاء وعلشان كده كان أي معلومة ممكن تتقال عن التلت جثس دول أكيد هتكون مصدقة التلت جثس يتم إرسالهم للطب الشرعي علشان يصدر تقريره ويوضح الأسباب الحقيقية للوفاة ومن هنا تقريبا كل حاجة تغير التمانم والنتيجة الأولى في التقرير إن التلت أطفال دول مش أشقاء اتنين بس منهم إخوات إنما التالت ملوش علاقة بيهم وإن أثر الاعتداء ونزع الأعضاء في أجساد الأطفال التلاتة تم بطريقة غير طبية وغير علمية وده معناه إن ما فيش حد متخصص هو اللي نزع الأعضاء دي من أجساد الأطفال علشان يتم زرعها في جسد إنسان تاني لأن سرقة الأعضاء في الأساس لازم تتم على إيد خبراء ومتخصصين وأطباء فتاني اكتشاف في تقرير الطب الشرعي إن كل التشوهات على جسد الأطفال التلاتة وتم بشكل عشوائي وغير علمي تماما واللي كان واضح كمان في تقرير الطب الشرعي إن تم عمل تشويه متعمة في وجه التلات أطفال علشان ملامح التلات أطفال تكون مختفية ويكون صعب التعرف عليهم فده معناه كده إن ما فيش سرقة أعضاء في الأساس المفاجأة التانية إن سبب الوفاء الحقيقية للتلات أطفال هو التعرض للاختناق والاختناق ده بسبب الحريقة وإن كل التشوهات اللي حصلت في جسد الأطفال تمت بعد الوفاء ما حصلت بسبب الاختناق بسبب الحريقة ومن هنا تقريبا كل معالم القضية وكل المعلومات اللي تقالت في الأول خالص عن القضية فعليا غلط الأجهزة الأمنية بحثت في كل البلاغات اللي تقدمه بخصوص اختطاف أطفال أو تغيب أطفال في الفترة القريبة من وجود التلات أطفال دول في المريوطين وإن الأجهزة الأمنية لقيت التالي وجود بلاغين من أسرتين في منطقة تبعد حوالي 40 كيلو من مكان وجود جسد الأطفال البلاغين دول بيأكدوا عن اختفاء تلات أطفال طفل منهم ينتمي لأسرة وطفلي بينتمي للأسرة التانية تم استدعاء الأسرتين وفعلا أكدوا إن تم اختفاء أطفالهم ولما عرضوا عليهم جسد الأطفال اتعرفوا عليهم رجال الأمن لفت انتباههم حاجة إن أثناء عرض التلات جسد على الأسرتين كان رد فعل الأمهات رد فعل ضعيف شوية أقل بكتير من المتوقع أجهزة الأمن كسفت التحريات في منطقة السكن الخاصة بالأسرتين واكتشفوا لقيت إن الجيران قالوا إن حصلت حريقة في بيت واحدة من الأسرة وإن الحريقة دي كانت قوية جدا ولكن تم إخمادها وبعد إخماد الحريق بيوم تم اختفاء التلات أطفال ومحدش عارف هم فين وعملوا بلاغات باختفاء الأطفال وكان زمن البلاغ ده من حوالي شهر ونص من قبل ما يلاقوا جسد الأطفال وده يوضح السبب الرئيسي في وجود جسد الأطفال في شكل متعفن وهنا الأجهزة الأمنية عملت تحقيق مختلف مع الأسرة اللي حصل عندها الحريقة وبعد التديق في التحقيق مع الأسرة كل حاجة تم كشفها وتقرير الطب الشرعي طلع صح 100% اللي حصلوا باعتراف الأمهات للأسرتين إن هم تركوا الأطفال التلاتة في بيت الأسرة اللي حصل عندها حريقة وإن الأمهات سابوهم في البيت برغم صغر سنهم أكبرهم عنده 6 سنين وأصغرهم عنده 4 سنين وسبوا الأطفال في البيت لوحدهم وتأخروا عليهم جدا في الفترة دي الأطفال كانوا بيلعبوا في الأوضة وواحد من الأطفال أشعى للحريقة ومعرفوش يتصرفوا فظهر دخان كثيف جدا وبسبب الدخان الكثيف ده التلات أطفال توفوا من الاختناق وفي اللحظة اللي دخان الحريق بدأ يظهر كان الأمهات اللي اتنين وصلوا للبيت ودخلوا غرفة بسرعة وحاولوا يخمدوا الحريق بسرعة لكنهم اكتشفوا إن التلات أطفال توفوا وحاولوا ما يدخلوش حد من الجيران خالص البيت وكان عندهم حالة من الخوف والرعب من أزواجهم فقعدوا يفكروا يتصرفوا إزاي التفكير اللي جي على دماغ الأمهات للأسف إن هما يشوهوا جسد أطفالهم وإن هما يعملوا بعض الجروح على أجسدهم من الخارج وجابوا بعض قطع الأماش الكتيرة ولفوا التلات جسس في قطع الأماش وبعدها حطوهم في كيس بلاستيك السود واتجهوا على بعد أربعين كيلو لمكان تحت كبري المريطية وسابوا التلات جسس هناك على أمل إن الناس لم يلاقوا جسس الأطفال والناس تفهم إن حصلت عملية اختطاف وسرقة أعضاء وده كان الوضع المنتشر في الوقت ده تم القبض عليهم وأكيد خدوا جزاء مناسب جدا للجريمة اللي عملوها دي ولولا الطب الشرعي وتقرير الطب الشرعي كان ممكن الجريمة فعلا تتصنف إنها اختطاف وسرقة أعضاء السلام عليكم